السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي أخواتي أهلا بكم أخذنا بالدرس السابق الاستمرارية واليوم راح ناخذ ملاحظتين الملاحظة الأولى احنا حجيناها بصورة سريعة راح نكررها مثل ما قلنا أنه limit polynomial limit متعددة الحدود limit polynomial p x لx تقترب لأي نقطة موجودة exist لأن ما عندي بيها محذور ما عندي بيها إشكال polynomial دائما نحن نقول x a n x n زائدين a n-1 x n-1 زائدين إلى ما لنهى إلى أن نوصل لأي نقطة هاي الرمز مالة polynomial فتكون دائما الغاية موجودة نرمز لل polynomial متعددة الحدود px أو يسموها حدودي وكذلك limit حاصل قسمة متعددات حدود على qx لأي نقطة بس شرط هاي النقطة لا تجعل qx يعني بشرط qx note لا تساوي صفر وبالعموم qx بصورة عامة لا تساوي صفر بصورة عامة لا تساوي صفر فهذه راح تعوضني عن هاي وأكبر منعتها بعد فنخلي شرطه هنا دائما نشوف يخليه qx لا يساوي صفر إذا عندي هنا متعددة حدود وهنا متعددة حدود وكانت متعددة الحدود اللي بالمقام لا تساوي صفر فما عندي أي مشكلة راح تكون دائما الغاية موجودة وإذا الغاية موجودة لكل النقاط فاش راح تكون مستمرة لكل النقاط جيد قلة ما يكتبعد الله مستمرة لكل النقاط هاي خلصنا من متعددة الحدود نجي الدالة الثاني أخذناها وشرحناها وفصلناها دالة المطلق f of x يساوي مطلق x اللي رسمناها أو قلنا تكون بهالشكل دالة مطلق x اللي تكون ولي خلينا نفتحها f of x تساوي ليا إما x يما سالب x x عندما x أكبر ويساوي صفر سالب x عندما x أصغر من يين من الصفر هاي تكون عند الصفر مستمرة مستمرة عند x وساوي صفر أنت يجوز تسأل ليش أنا جبت هاي الدالة وقيت لك مستمرة عند الصفر من دون الدوال هاي بها قضية معينة راح نفهم إن شاء الله بالمشتقة راح نشوفها أنه عند الصفر هي مستمرة ولكن غير قابلة للاشتقاق ما ممكن اشتقاقها عند الصفر وإن شاء الله راح ناخذها ونبينها بالدروس الجاية راح نراجع مفهوم بسيط اسمه مفهوم تركيب الدوال شن يعني تركيب الدوال تركيب الدوال يعني تركيب الدوال ناخذ مثلا مجموعة أعداد نفرض ناخذ مجموعة الأعداد A مجموعة الأعداد A مين متكونة متكونة من العدد واحد متكونة عدد اثنين ثلاثة أربعة خمسة نعم لحد الخمسة يكفي وناخذ أف أوف الأكس طبعا عندي هنا أف أوف الأكس تساوي أكس تربيع جيد أف أوف الأكس هاي دال دالة تاخذ منين معرفة على المجموعة الأكس المن ينتمي أكس ينتمي للمجموعة لحد هنا واضح عوض الواحد الرابعة يطيني واحد الاثنين الربعة ينطيني أربعة الثلاثة الربعة ينطيني ينطيني التسعة الاربعة الربعة ينطيني 16 الخمسة الربعة ينطيني 25 تلاحظ هاي الدالة نسميها مجموعة صور هاي المجموعة هاي الدالة طبقناها على هاي المجموعة وقطتنا ذن النقاط تجيني دالة ثانية مثلا جي أوف الأكس لكن هاي الدالة عبارة عن أكس زائد ثلاثة ولكن الأكس مالتها منين ما أخذيه خلي نسمي هاي المجموعة الجديدة بيه للسهولة لكن هاي الأكس منين ما أخذيه ما أخذيه من البي ما أخذيه منين من البي فش راح تصير عندي هنا راح تصير عندي اش أقلة مثلا خليني أسمي هاي خليني هنا ما نسمي هذا اكس خليني نسميه مثلا زت زت ينتمي للبي ذن العناصر خل أطلق عليه الاسم زت وهاي أسميها جي زت وهاي أسميها زت زائد ثلاثة يعني صار عدي جي زت يساوي زت زائدا ثلاثة بحيث أن زت المن ينتمي إنتمي للبي يعني هاي المجموعة جيزة معرفة على هاي المجموعة وهاي أعفو هاي الدالة جيزة معرفة على هاي المجموعة وهاي الدالة لأف أوفو لأكس وساوي أكس تربيع معرفة على هاي المجموعة نجي نعود ذني العناصر 1 و1 بالدالة جديدة جيزة فاش راح أقول لها جي للZ شي ساوي هذا العدد نضيف لها 3 صار 4 الأربعة نضيف لها 3 صار الس Bowl وش يقولي اجيب العدد أضيف لثلاثة جبنا التسعة ضفنا لها ثلاثة صارت اثناثة الستعاش ضفنا لها ثلاثة صارت تسعة وطعش الخمسة وعشرين ضفنا لها ثلاثة صارت ثمانية وعشرين إذن صارت عندي أكودالة منها لهنا اسمها أف أوف الأكس وأكودالة منها لهنا اسمها جي أوف الزت يجي واحد يسأني يقلي تقدر تلقى لك دالة تعبرني من الواحد للأربعة قبل وتعبر للثنين للسبعة قبل وتعبر للثلاثة للاثناث عشر قبل أقل لها نعم بسيطة هاي الدالة شي سمونها يسمونها جي كومبوز الأف تركيب الدوال يسموه جي كومبوز الأف للعنصر أكس يعني راح أحصل هاي الدالة أنا أسويها بيدس وايا أصممها منين من ذن الدالتين أصممها بحيث أدخل بها أكس مباشرة تنطيني هذا العنصر منها هاي يسمونها دالة جيدة شلون هاي الرتب هي نقل لي يا بتجيب الدالة مالتك هاي جي زت جي طبعا ما راح أصير بعد زت راح نسميها أكس خوش موهي شي خلينا أبسطها بعد نجيب هاي الدالة جيزة نفسها بس أم مكان الزت راح أعوض راح أعوض الأف أو في الأكس كلها كل الأف أو في الأكس راح أعوض بها كل الأف أو في الأكس يعني أنا مو متعود بجيزة أعوض عنصر ليعوضت الواحد الأربعة التسعة هنا هنا بتركيب الدوال أقل لي أنت مو راح تستخدم الأف تطلع ذن العناصر وبعدين ذن العناصر تطبق عليه الدالة تطلع العناصر الجدد أنا هساش أقل لك أقل لك جيب الدالة جي تخلي مكان كل زت الدالة هاي أف أو في الأكس فرح يصير جي للأوف أف أو في الأكس ش راح أسوي أف أو في الأكس زائد ثلاثة مو زت زائد ثلاثة أف أو في الأكس قيمتها أكس تربية فرح أصير أكس تربية زائد ثلاثة إذن حصل الدالة جديدة اللي هي بهالشكل جي كومبوز الأف واضح للأكس شي ساوي يساوي أكس تربيع زائد ثلاثة هذا يسمونه تركيب الدوال هذا يسمونه تركيب الدوال هذا شرحنا التركيب ما لعلاقة بالاستمرارية اللي لعلاقة بالاستمرارية هي المبارهنة التالية تقول إذا كانت عندك جي مستمرة على نقطة أكس لعلاقة جديدة إذا كانت عندك جي أف مستمرة عند نقطة أكس خلنقول أكس نوت مستمرة عند النقطة خلينا أبسطها فهسا مثلا المبارهنة ما لتي تقول لو كانت عندي دالة أف أو في الأكس تجيب للأكس شو تطلع لياها أف أو في الأكس هاي الدالة مستمرة وعندي دالة ثانية جي أو في الأكس شو تسوي جي أو في الأكس ها مو طلع هنا ناتج تجيب لي مننا ناتج تشم رأيلي يا وين هنا جي أف أو في الأكس يعني تاخذ العنصر اللي طلع منا نعوضه بالجي هنا هاي ها مستمرة شو تقول النظرية تقول التركيب ما لهن اللي هو جي أف أو في الأكس مو هي تشي جي كومبوز الأف للأكس إيش راح تكون دالة مستمرة عند النقطة اللي منطيني إياها اللي أنا فارضها هنا هاي مستمرة عند مثل أكس نوت هوش حد شي فهناش راح تنتج أكس وين تروح الأكس نوت هنا وين تروح تروح أف أو في الأكس نوت زين هاي ها مستمرة شو راح نعوض هنا نقول لجي أف أو في الأكس نوت خلينا مثلا نسمي هاي أف أو في الأكس نوت مثلا نسميها ي نوت تساوي أف أو في الأكس نوت يعني قيمتها قيمتها من عوضناها فراح أصير جي للواي هنا عندي شنو مستمرة هاي المبرهنة مالتنا هاي المبرهنة اللي يريد أن وضحها بهالدرس هذا أنه تركيب الدوال للمستمرة وأخذنا التركيب احنا بالتفصيل تركيب الدوال للمستمرة يكون شنو عندي يكون دالة مستمرة زين هاي المبرهنة طبعا يرادلها بروف يرادلها برهان بس أنت كتطبيق مباشر مثلا مثلا أنا هسا أريد أركب دالتي أنا عندي ملاحظة تقول لي متعددات الحدود هي دوال مستمر متعددات الحدود هي دوال مستمر زين خليني مثلا أجي أركب لك دالتي خليني ركب دالتي لنفرض f off هي عبارة عن جذر x ما عبارة عن جذر خليها f off هي عبارة عن x тысяч زائد ثلاثة x زائد 200 زين دالة مستمرة لو ما مستمرة مستمرة واخذ دالة ثانية هو اشي ساوي لي ساوي لي جذر هاي دالة وهاي دالة اريد اركب الدالتين اريد اطلع F كومبوز G F كومبوز G هيقل اشوفها لي هاي دالة مستمرة امو دالة مستمرة اقلها بسيطة طبعا في مجالها اقل ل F كومبوز G هو بالحقيقة هو G F of X يعني اجيب G اعوض من مكانها F of X فراح اجيب G هاي الجي عندي فراح اقل ل G عليما انا ما اخسر خطوة بعد هنا اقل ل G انزلها اليه ولا هاي الها داعي G وعوض من مكانها F of X هاي الجي جذر فراح اقل ل جذر وهناش اقل ل F of X صارت عندي هاي عوض لنا F of X هاي F of X هنا عندي اش راح يصير جذر X تربيع زاعدا ثلاثة اك زاعدا اثنين فاش صارت عندي صارت عندي هاي دالة اليه F Compose G X هاي نعرفها وما اخذيها ومو يوم موضوعنا شن اللي راح استفادها هسه شن اللي راح استفادها هسه انا اقل لك شن اللي راح نستفادها ادخلوه ورقة جديدة اللي راح نستفادها انه انا احيانا مثلا يقول ابحث في استمرارية الدالة الدالة في مجالها في مجالها جيد شن اللي راح يطينيها راح اجيب لك دالة بالكتاب يقول لي واي شي ساوي مثلا X تربيع ناقص نين X ناقص خمس X تربيع ناقص نين X ناقص خمس هادا تبري ملكي خلاص بالكتاب هاي مستمرة لو ما مستمرة تقدر ببساطة من المبارهنة شن اللي راح افصخها هاي الدالة مالتك راح افصخها هاي الجوة راح اسميها اف اوف ال X اللي هي عبارة عن X تربيع ناقص اثنين X ناقص خمسة وهاي البر البقات عندي جذر ال X اللي هي شنوان جذر ال X صارا عندي دالتين وهاي بالحقيقة هي تركيب ذني الدالتين يعني رجعنا بالعكس مو نجيب دالتين نركبهن لا جيبنا دالة أصلا مركبهن وفرضناها قلنا لها هي مو تركيب دالتين فنرجحها لأصلها فصخناها زين ذني مستمرات لو ما مستمرات معروفات هاي متعددة حدود مستمرة وهاي دالة جذرية مستمرة اذا الاصل شبي اذا الاصل مستمر بهاي النظرية نستفاد بهالشي استمرارية الدوالة المعقدة مثلا ناخذنا بعد فالدالة معقدة مثلي ايش دالة معقدة مثلا هاي الدالة ابحث في استمرارية الدالة Y يساوي خط كسر X ساين X على X تربيع زائد 2 مطلق X ساين X على X تربيع زائد 2 X تربيع زائد 2 شك فعدنا مثلا على سبيل مثال هاي الدالة هاي الدالة شلون راح استخدم المبارهنة وياها استخدم المبارهنة بهالطريقة اقل له هاي عبارة عن تركيب دالتين الدالة الاولى هي F of X شي يساوي يساوي X ساين X على X تربيع زائد 2 هاي الدالة الاولى الدالة الثانية G of X ايش راح يساوي عندي راح يساوي مطلق X فمن اركب هاي الدالة هاي F of X من اعوضها انا راح تطيني نفس الفترة هاي الدالة مستمرة لو ما مستمرة نعم مستمرة ليش مستمرة لان هذا المقام من المستحيل ان ينطيني صفر هذا المقام من المستحيل ان ينطيني صفر لان من اعوض السالب ينطيني موجب ومن اعوض الموجب ينطيني موجب ومن اعوض الصفر ينطيني صفر وجمعة ويثنين فيبقى معرف فهاي الدالة مستمرة ممكن اكو واحد يريد يتعمق بالقضية بعد يقول انا حتى هاي حتى هاي لأف اوف هم جايتني منين جايتني من دالتين الاولى خلي نقول مثلا أو ماكو داعي نتعمق به ماكو داعي مهم فهاي تركيب دالة هاي معروفة متعددة حدود وهاي دالة المطلق مستمرة إذن تركيب دالتين مستمرة إذن هاي الدالة مستمرة يعني ماكو داعي تروح الطبق الطبق تعريف الاستمرارية تعريف الاستمرارية وين تعريف الاستمرارية أنا لحد لا نطيك تعريف الاستمرارية مهم راح نطيك تعريف الاستمرارية فأنت إذا قال لك مرات prove اثبت انه مستمر تستخدم تعريف الاستمرارية ولكن تقدر تستخدم التعريف على الدوالة البسيطة بمكان ما تستخدم التعريف على دالة معقدة هاي الدالة معروفة عندنا بها مبرهنة هاي متعدد الحدود وهاي دالة المطلق اذا ايش راح ينتج لي راح ينتج لي هذا راح تنتج لي انه هاي الدالة عندي شبيها راح تكون مستمرة جيد